هل أن النبي صلى الله عليه وآله حقًا نصب أبا بكرٍ إمامًا؟ ما معنى هذه العبارة أولًا؟ إما أن يُقصد بها نصبه للإمامة العظمى، أي الخلافة هذا يناقض النظرية البكرية التي تقول إن النبي لم ينصب أحدًا النبي لم يعين أحدًا يقولون يقولون إن النبي ترك الأمر شورى بين الناس وهذا خلافهم معنا نحن الشيع نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك أمته هملاً هكذا بل نصب لهم إمامًا من بعده وهو علي بن أبي طالب عليهما السلام أهل الخلاف يقولون لا فشرعية أبي بكرٍ عندهم ليست راجعةً إلى نصٍ وتعيينٍ ونصبٍ من قبل النبي صلى الله عليه وآله بل إلى ما يُسمونه الشورى والاختيار المهاجرون والأنصار أهل الحل والعاقد هم الذين اختاروا أبا بكرٍ ونصبوه إمامًا إذن فما معنى كلامك يا ابن كثير إن رسول الله صلى الله عليه وآله نصبه للإمامة وفي الموضع الذي تقدم تقول وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالمين هذا إذا كنت تقصد الإمامة العظمى أما إن قصدت الإمامة الصغرى إمامة الصلاة فهذا أولُ الكلام أن تعالى أثبت أن النبي صلى الله عليه وآله نصب أبا بكرٍ إمامًا للصلاة والحال أنه مأمورٌ بأن ينضم إلى جيش أسامة كيف يمكن أن يتوجه الأمر وخلافه لمأمورٍ واحد؟ أمران متعارضان يقول له صلِّ بالناس وفي نفس الوقت اذهب وجاهد مع أسامة كيف يصير؟ يشق نفسه نصين يعني؟ نصي صلِّ بالناس ونصي روح هناك أخو ما يصير فإذن لابد من أن أحدهما كذبٌ زين الحقيقة التاريخية ماذا تقول؟ تقول إن أبا بكرٍ كان في جيش أسامة تعددت طرق ذلك هذه موجودة وما يُزعم من أن أبا بكرٍ كان مأمورًا من قبل النبي بالصلاة بالناس روايةٌ آحاديةٌ راجعةٌ إلى ابنة أبي بكر وهي متهمةٌ فيما تروي عائشة لعنها الله وما أدراك ما عائشة سيدةُ المقبلة بشكل الكذب بلا منازع مجمعُ الكذب وَأَبْنَا أُبْنَاهُا وَرِثُوا عَنْهَا هَذِهِ الصِّفَةِ وَرِثُوا مِنْهَا هَذِهَهِ الصِّفَةِ نحن الآن قد رأينا كيف كذب ابنُ تَيْمِيَّةَ لما أطلق هذه الدعوة يا ترى من أين ورث ابن تيمية هذه الصفة استسهال الكذب بهذه الطريقة كيف؟ دعوة وأكذوب كبيرة أن أهل السيرة كلهم متفقون على أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة لم ينقل أحد من أهل العلم ذلك واتفقوا على تكذيب من يزعم أن أبا بكر كان في جيش أسامة والحال أننا لما رجعنا وجدنا جمعا من أعاظمهم يقولون نعم كان في جيش أسامة وجزموا بذلك وهم من أهل السيرة ومن أهل العلم استسهال الكذب هكذا إلى الحد الذي تنكر فيه الحقائق وتجحد يرجع إلى ما ربّت عائشة عليه أبناءها ترجمة نانسي قنقر